موسيقى فمن هون ما تشعرنا براك أو استوقعات مائية هؤلاء الشبان والشابات قدموا من محافظات شمال الضفة الغربية إلى مدينة نابلس للمشاركة في التحدي البيئي الذي أتاح لهم الفرصة لعرض ست أفكار إبداعية لحل المشكلات البيئية التي تواجه مناطقهم ومجتمعاتهم المحلية لتطبق على أرض الواقع بشكل مستدام كنا خلال ثلاثة أيام نشتغل على تدريبهم وتأهيلهم لآخر مرحلة هاي اللي وصلنا إلها والحمد لله رب العالمين كل الفرق حققت المطلوب منها بزيادة وهذا الشيء بدل على قديش هم عندهم حب وشغف وقدش عندهم تحدي وإصرار على الفوز وعلى النجاح التحدي ينظم من قبل مؤسسة شيام شباب يصنع المستقبل ويشارك فيه ثلاثين شابا وشابة ضمن مشروع إشراك المراكز الشبابية في تصميم المبادرات البيئية والتي تهدف إلى دعم استدامة المراكز الشبابية وأنشطتهم المجتمعية بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية ومنظمة صحة العائلة الدولية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحن اليوم جينا استكملا لمشروع قائم باسم تحدي الشباب البيئي عملنا قبل هذه الفترة نشاط وكان في مناطق الوسط والجنوب واليوم جينا نستكمل هذه المبادرة ونعمل في منطقة الشمال بتضم خمس محافظات بالشراكة مع شركائنا USAID والCRS من أجل إعطاء فرصة لمراكز الشباب أنهم يقوموا بمبادرات بتهم البيئة أو بتقتص بالبيئة وباستدامة المراكز الشبابية وأنشطتهم المجتمعية بيجي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع بتدعمها مؤسسة مشروع خدمات المشارك المدنية والمجتمعية اللي هو بتعمل خدمات الإغاثة الكاثوليكية بدعم من الوكال الأمريكي للتنمية الدولية ندعم من خلاله 22 مؤسسة في الضفة الغربية في محافظات شمال ووسط والجنوب هقدرنا من خلال هذا المشروع ندعم عدة قطاعات منها قطاع الإعلام، قطاع الأشخاص وصلنا للأشخاص والإعاقة، الشباب والشبات، النساء وكان طبعاً الشباب هم أكتر ناس والشباب طبعاً هم أكتر ناس مشاركين فعالين بالمشاريع المختلفة العديد من الأفكار الإبداعية التي طرحها الشباب تنافست ضمن مجموعات مختلفة وتم اختيار أفضل ثلاثة أفكار ريادية منها لاحتضانها ودعمها حتى تحقق أثراً بيئياً إيجابياً على المجتمع معظم تدخلات البيئية هي سلوكية وجود فئة الشباب، هذا يعني أن هناك توجه لتغيير سلوك شباب وبناء شباب قادر على حماية المستقبل البيئة الفلسطينية ووقف التدهور الحاصل فيها الأفكار التي شفناها اليوم، أفكار بالفعل خلاقة إبداعية تعطي الأمل بأن هناك تغيير جذري في أولاً في سلوك وتوجهات وحتى في تفكير نمط تفكير الشباب في كافية حماية البيئة يعني فيه كتير أفكار إبداعية ومبتكرة وبالنهاية رح لقينا إحنا اخترنا ثلاث فرق فازت ورح يستمروا في مرحلة احتضان لمدة ثلاثة شهور جرى اختيار ثلاثة أفكار ريادية سيجري العمل عليها وتطويرها وتحويلها لمشاريع ابتكارية شركنا في التحدي التدريبي مع شيام عن طريق تدريبات أخذناها كانت مثمرة ومفيدة جداً وصلنا لفكرة هاي الفكرة كانت أن ندمج الشق البيئي مع الشق الاجتماعي الشق البيئي إحنا زي ما إحنا شايفين كان في مشاكل بيئية خاصة لكم النفايات الصلبة من إطار عجلاء من إطار المركبات وأيضاً المشاتيح والخشب وحكينا ندمجها مع الشق الاجتماعي ليش ما نروح نستهدف فئة في الغالب ومقصيين الاستهداف الإيجابي مشروعنا في لوارسلاند لإنتاج أزهار الجوري باستخدام المياه المعالجة من محطة تنقية قائمة في قرية عنزاجنوب محافظة جنين إحنا حاصلين على المركز الأول بجائزة اللي هو البيئي والاجتماعي اللي هي الأنشطة البيئية والأنشطة الاجتماعية حصلنا عليها من خلال العرض اللي إحنا قدمناه لتمويل بتطوير فكرتنا وتطوير المشروع لنحافظ على البيئة بشكل أكثر وبشكل أكبر اسم مشروعنا إبروخيت طلعنا هذه المبادرة لأنه في عنا كتير محلات للمفروشات بتنتج كتير أقمشة بحرؤوها فإحنا حبينا ناخد هذه الأقمشة وأنه نعيد تدويرها ونعمل منها منتجات قابلة للاستعمال يشار إلى أنه تم تنظيم تحدي مشابه في رامالة الشهر الماضي استهدف مناطق جنوب ووسط ضفة الغربية وفازت فيه ثلاث مبادرات ريادية أيضا تعمل على الحفاظ على بيئة خضراء نظيفة خالية من الملوثات اشتركوا في القناة